السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الشاف والد جيسبر كوراكم كامل ملاح اليوم أحضر لكم وصفة المطلع هذا المطلع كنتم بزاف طلبتوه مني في القناة تاعي هذا المطلع بتقيق وفارينا يجي بزاف ملاح سرتو حضرناها أنا والوالدة طونك عمبالي بلاح يعنينا الإعجاب بتاعكم ورح تجربوه عمبالي بلاك هيجيكم ملاح سرتوكي جد طارة واتعوكي ما راكم توفو طريق جالله يبارك وصفتها الشيطة درنا في وقته وتتحضروا مع شوية اللوبيا فصاصة هنا كانت عندك اللوبيا الحمراء فصصتها درتها جواز إن شاء الله هيدا حبيتوا الوصفة هذه ندرها لكم في وصفة أمر هذه مع المطلع تحبوا تستفادوا منها تجيب بزاف ملاحة تبعوا ما هي المقادر أول حاجة نأخذش كيلات وهنايا كيلاتها دقيق دقيق يكون رطب سميد انحنا انتوما تقين يقولوا سميد سميد الرطب دقيق رطب وعلى ديت كيلة دوك الكيلة اللي خديتوها كملوا بها أنا هنا نخديد الكيلة هادية دوك صافي واش معانتا دوك كيلات فارينة مع كيلة دقيق رطب هنا واش نأخذ حوالي ملاعقة أكل كبيرة تا خامرة العجن كما راكم شفو حوالي نصف ملاعقة أكل تا سكر بشي يجيني شوية أحمرة من فوق ما يجينيش شغل بشي يأخذلي هذي درجة الأحميرة من فوقات وجر نديروله السكر هنا كما راكم شفون نخلطو هذيك التقيق وفارينة نخلطوهم من يحق دا بيتنا هنا الملح شتوني مازل ما درت الملح لذلك الملح نديروهش مع او ديبو نديروه مع الاخر كيكونونش مخوف لعباتنا باش ميجوناش باش الخميراتنا تنفخ شغل جينالة بس بيع هنا ناخد هناك شحفرة في الوسع كما راكم شفو وندير الكاس اللي يقول تعلمه الكاس كما مضارين نديرو الكاس اللي يمضارين نخدموه به وفديروه غير بلاقل هكذا هنا الماء يكون دافي ما يكونش بارد مسخن ما بارد يكون دافي هنا حطيت الكاس الليول وهنا زي ندير كاس تاني كما راكم جوفوه دوك هنا الماما قدش نقول لكم مش حال دوك صديبوه النوعية الفارينة تاعكم ونوعية الدقيق كان دقيق لي يشرب الماء وكان دقيق لي ليشربش الماء مش معاندها معاندها شغل انتم ماد وتتحكموا في الماء تاعكم رحوا غير بلاقل خلوها ترتح لعجينة إذا شتوها شربت لكم الماء زيدوا لها الماء إذا شتوها مشربت لكم ش الماء شغل تقعد إياها هذا ما شابت أن أقول لكم دوك هنا الحوار بالعقل هنا للعجينة تاعنا ما جيناش طريقة كما تاع فارينة ابرك نعفو بليك تاع فارينة رح يجينا الطريقة بزاف هنا كي خلط تطقيق وفارينة دوك ما يجيناش طريقة طريقة بزاف شغل يجي حاكم روحه والا أنا ندير كاس تالت كما راكم جوفوه قبل أن أكمل كاس تالت كالثالث انا اخذي حوالي ثلاث كيسان واربعة علماء دخلت لكم صديبه نواية الفاريناتاكم وقعت نخلطها كما يعمله هنا قاعدت جوني حوالي ثلاث خبزات خبزات كبار ملاح ومشي صغيرين ومشي متوسطين يكونوا ملاح وجدتني خبيزة صغيرة كما شغل وحدها صغيرة هنا انا اضمت لي الاباتعي كما راكم ما جاءت يابسة ما جاءت طريقة نغطيها نخلوها ترتاح حوالي عشر دقائق ونبدو نعركو فيها لازم ندلكوها والا هنا بعد مجلسي عشر دقائق كما راكم تشوفوا معا كنت لكم مصبوة بسيطة ما كايش لم يعرفش يدر المطلع كامل تعرفوا الدر والمطلع سرتو هنا كيكم بطقيق وفعلنا جيب زف ملاح كنتوا شوفوا مقبيلات صفرجل كتير قدام يدو كادرت القارس فسكو نحضر لكم وصفاتها صفرجل معجنتها صفرجل على شكل حلقومة راح يجيب زف ملاح هذه وصفة جديدة ستكون في القانتة إن شاء الله هنا نبدو نعركو في المطلوع في العجينة هنا قدمتها أعركو ملاح قدمتها ملاح قدمتها ملاح دوك اللي عندها البيتخان تدير في البيترام في البلعجان إذا ما عندها البيتخان تخدم بيدها عادي نرمال هنا أبدعوا أشاء كفوة أبدو تعركو في أقعد وغير تعركوه ادو روح ادي و اجيبوا أحبت ندلكم خطوة بخطوة لا أحبت نقص الفيديو لا أحبت نقص لكم الكثير منه لكي تشوفوا كامل لا يعرف ملاحظ ملاحظة ملاحظة نعرف ملاحظة لا يساعدهم أول مرة يدخل القانتة لا يدخل ملاحظة لكي أحبت نضع لكي تعرفوا لكي يجب تعركوه كلما تدركوه ملاح قد لا يجي منه حوالي 10 تقايا قد كنا نعرك فيه غير ما يجوز لكم 10 تقايا واذا نبدأ نقص نحكم كاستاه الماء لا يكوش مع مرة ونحن نقصه كامل ودافئ الماء توجد يكون دافئ عادي ونبدأ ندخل في الماء هدايا هذه هي الطريقة الصحيحة لكي أماتنا والعجيز الكبار يطول في عمرهم إن شاء الله هكي يديروا يديروا الماء ويبدأوا يديروا هدايا وعليش نقصه هدايا نشرب في الماء نقصه هدايا ونقصه ونقصه نقصه نقصه ونقصه 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 نقصه نقصه حوالي 1.5 كاس لكي أدريكم ونقصه بسيطة نقصه نقصه من الماء ونقصه فلنقصه نقصه نقصه حيث معارك يجب أن يكون ونضغط على الماء ونضغط على هذا الجهاز. نكمل هذا حتى يشرب كامل لاجينة الماء ونكمل نصف كاسة الماء. نستطيع قولت لكم حوالي نصف كاسة الماء. نستطيع قولت لاجينة الماء ونضغط على الماء ونضغط على الماء. بعد أن شربت الماء ونصف كاسة الماء. كما رأيكم. نرى العجينة التي أريد أن تشبه. جاءت كثيرا. عندما قمتها ملحة ونرى هذه الفوقع في القوتي. كما تعلمون بلاجينتكم. جاءت الكثير منها. نجعلها تربوزينا. حوالي عشر دقائق. بعد أن تجلس لعشر دقائق. قمت بعمل ضوائر نفسها. قمت برأسكم. قمت برأسكم. قسمتهم على ثلاثة. قمت بعمل ضائرة. ونضغطها في طقيق. طقيق يكون أرطب. قمت بعمل ضوائر. قمت بعمل ضوائر. قمت بعمل ضوائر. قمت بعمل ضوائر. لا تكونوا تصبح خفاف. قمت بعمل ضوائر. قمت بعمل ضوائر. قمت بعمل ضوائر. غطتها بش بدأت تقرص فيه. دوكوش ما انتها. شتو كدرتوا الدوائر هذو تلاجينا خلوهم ديرو كش تحت حاجة فتها قطنية ديرو افرشوا فوقها شوية تاعتقي قرطب. وديرو هذوك الدوائر تاكم كامل. وخلوهم يروبوزيو عشر دقائق. بدأ مر عشر دقائق بش بدأوا ديرو تقرصو فيه. هنا بدأت تقرص لي عشر دقائق. قرصتهم لي كامل درت يدي قرصة صغيرة كما كم شوفوا. هنا رأي كملتهم كامل. قرصتهم دوائر. قلت لكم كديرو دائرة خلوهم هنا يروبوزيو واحد نص ساعة ولا دكسا ديبون دارش حارة لغرفة تاكم. هنا جالسة نص ساعة شوفوا دبلالي الفوليوم تاعه شو طلع لي شوية. متخلوش يتنفخ حتى يفير لا لا. وبدأوا تطيبوه فيه. هنا طاجين انا عندي طاجين تلحديد عادي. طيبو في قطابونا ولا ووش كان عندكم ديره. هنا يا بديتنطيب فيه. الواليدة هي لا يطيب فيه مش انا انا كنتم فيه الميبرك زعما. بشان زعما نديرو الوصفة انا ندرت العجينة وهي دارة الطريقة. شوفوا هناك كيف شب دائعي. طيب شوفوا دارة لوحة الفوقة عام الفوق. شوفوا شحل جمله. شخشين جالله يبارك. دوك احد دور اللي هاديك شوفك في دورتها. جا حميمر الله يبارك. دوكتو ما المطلو هادي ما كلم يحبش المطلو هادي شبزي شوية زيت زيت وانش فيها مع بركوكس. نحن كنا عارفوا بالليك المطلو عنده الماكلة تاوي سبيسيال وبنها تاوي وتقعد من التورات التاعنا. وهنا قعد تدورو في هاكداش. هو غير ما دورت خلت وحسوش تقالي يقبرك وتتدور هاكداش. قعد تدور وحده ما دورت وحسوش تدورها ثلاثة باش يحمر للكم كامل اللي كوتي. انا دورتها باش تشوفو اذا طابل الامازال. انا مازال اطابت شوية. حابة زيت حمرها شوية زيادة. هنا نكمله بنفس طريقة. نكمل نحمر كامل الخبز التاعيطيب بنفس طريقة. واشوفوه في طبق تقدم. والا كما راكم تشوفو معي هنا اه المطلو التاعيطي بنها كامل له هنا في اللي كوتي. شغل دارت له فقط شطول النار. شغل بدت تحرقوه في الكوتي باش يجي يقع احمر في الكوتي. ويجي شباب للمطلو التاعيطيب ناجطري. ان شاء الله يبارك. دوكتو ما تحبو ترافقوهما اي حاجة. وصفة عاشة ولا وجبتها غادة. دوكتو تحبو ترافقوهذا الكسرافت اخ. عفوا المطلو عتاكم. يجي بزاف ملاح. والا. انا رفقتو قلت لكم ما شوية لوبية الفصاصة هذي قدرتها الحمرة. ان شاء الله راح ندرها لكم جواز مع قلوا ما هذيك ما شوية طماطي شوية بصل ما شوية الحم. تلقليل بالنتاحة. شوية رص في الفيلم الفوقه. دوكتو راح تجيب بنا. مش نحكي لكم. شاء الله كنت شاهدكم في الجنة. انا يا راني وصلت لاخر الفيديو. مبقى الياري نقول لكم. ولا اول مرة تشوفوا الفيديو تاعي. خلووا ليجم. وبارتاجيوا الفيديو مالا اصدقاتكم. راح نتلاقوه في وصفة اخرى ان شاء الله. اظهر الله في الوحتيكم. وسلام. شكرا لكم.